بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامج مكارم الأخلاق وباسمكم أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب أنا بلسي أستاذ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين أهلا ومرحبا بكم دكتور بكم أستاذ عدنان جزاك الله خيرا دكتور نقول عن فلان إنه محسن ونقول وأحسن كما أحسن الله إليكم ونقول فلان أعطى حسنة وكلمة الإحسان بشكل عام يمكن أن تكون حتى في اسم الإنسان يسمى إحسان كلمة الإحسان تعريفا من خلال المصطلح لا من خلال التعريف اللغوي ماذا؟ تعريف الإحسان أستاذ عدنان جزاك الله خيرا من خلال المصطلح فعل ما هو حسن وما الحسن؟ في مصطلح قرآني رائع هو المعروف والمنكر الحسن تعرفه النفوس السليمة بفطرها والشيء غير الحسن تنكره النفوس السليمة بفطرها فكأن مفهوم الإحسان هو مفهوم المعروف عند كل الخلق ومفهوم الإساءة تنكرها النفوس كل نفوس الخلق إذن في أصل الإنسان هناك فطرة سليمة تعرف الحسن وتعرف القبيح وفي بعض البلاد يأتون برجال من الطريق اسمهم المحلفون ويعرضون عليهم قضية قضائية بفطرهم السليمة يمكن أن يكتشفوا الحقيقة إذن الحسن ما عرفته النفوس بفطرتها المعروف والسوء ما أنكرته النفوس بفطرتها فالإحسان فعل الشيء الحسن والإنسان قبل أن تطمس فطرته وقبل أن يعطل عقله ويزور يعرف الحسن بفطرته ويعرف عدم الحسن بفطرته طيب دكتور أحيانا نستقبح عملا بشكل كبير وأحيانا بشكل أدنى من ذلك وقد يقارب هذا الفعل القبيح أن يكون غير قبيح والحسن أيضا الشيء نفسه فنستحسن عملا بشكل رائع وقد يكون وسطا وقد يكون أدنى من ذلك إذن هل أستطيع أن أقول إن الإحسان له مراتب نعم ما هي لا شك أن أدنى مرتبة في الإحسان أن تميط الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق الصدقة نعم يعني إذا رأيت قشة في المسجد وضعتها في جيبك فهذا إحسان نعم أحيانا أثناء كنس الغرفة في الشتاء والأشعة داخل الغرفة تبدو أشياء عالقة في هواء الغرفة هباء قال تعالى فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال ذرة شيئا شرا فالإنسان قد يعمل عمل سهل جدا أن تبتسم في وجه أخيك هذه حسنة إذن الإحسان مستويات أدناه أن تبيط الأذى عن الطريق وأعلاه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكما هو معلوم هناك الإسلام الإنصياع لأوامر الله هناك الإيمان التوجه إلى الله هناك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن هناك مراتب متفاوتة تفاوت كبير جدا بين أدنى مراتب الإحسان وبين أعلى مراتب الإحسان ولكن قبل قليل قلت إن الفطر السليمة تعرف الإحسان بفطرها لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث دقيق وخطير يقول كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر الصحابة وقعوا في عجب شديد قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون هنا وقعوا في حيرة عجيبة قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا في حالة متدني جدا من ضياع الأمة حينما تتبدل القيم في الأصل الشيء الحسن تعرفه النفوس بفطرتها والشيء القبيح تنكره النفوس بفطرتها لكن أحيانا مع استمراء المعاصي والآسام مع شيوع الفتن مع طروحات غريبة عن هذا الدين مع شبهات لا تنتهي مع ضلالات مع باطل مزخرف مزين عندئذ تضيع المقاييس السليمة لذلك بدأ الدين غريبا وسيعد كما بدأ فطوب للغرباء طيب في هذه الحالة دكتور بينتم أن الإحسان والإساءة يمكن أن يكون على درجات من الأدنى إلى الأعلى ولا أقصد بكلمة الأدنى أن الإحسان له أدنى أي سيء لا إنما بدء الإحسان ثم التدرج إلى العلو لكن هذا يمكن أن يقودنا إلى مستويات الإحسان نعم الحقيقة الإحسان قد يكون عميقا في النفس عمقا لا حدود له نعم وقد يكون أسره ممتدا إلى أمد بعيد نعم وقد يكون وقد يكون أسره في رقعة واسعة جدا وقد يكون أسره عميقا جدا يغير كيان الإنسان كله يمكن أن تطعم هرة يمكن أن تطعم جائعا لكنك إذا أحسنت إذا إنسان فدللته على الله فتبدلت حياته وتبدلت قيمه وسعد بقربه من الله نقول هذا الإحسان وصل إلى أعماق الإنسان واستطاع أن يغير كل منطلقاته النظرية وقناعاته الفكرية ومبادئه وقيمه فصار إنسانا آخر لذلك الفرق بين الإنسان المسلم والإنسان الشارد عن الله فرق كبير جدا حينما يغضو الفرق فقط أن تؤدى العبادات من قبل إنسان وأن لا تؤدى من قبل إنسان وفيما سوى العبادات الناس متشابهون هذا ضعف كبير أصاب المسلمين أما حينما ترى المسلم له صفات صارخة وفاؤه دقته تواضعه رحمته يعني إحسانه صارخ لا تستنبط أنه مسلم من خلال عباداته بل من خلال معاملاته فلذلك الإحسان قد يكون عميقا جدا في النفس أنت حينما تعرف الناس بالله تجعلهم أناسا آخرين كان ميتا فأحياه الله بالإيمان كان شاردا فاهتدى كان شقيا فسعد كان منحرفا فاستقام كان مسيئا فأحسن هذا نوع من الإحسان حينما تصل به إلى أعماق أعماق الإنسان حينما تعرفه إلى الله وتكون أنت قدوة له لذلك قال بعض العلماء من دعا إلى الله بمضمون سطحي بمضمون غير متماسك من دعا إلى الله بطريقة غير علمية بطريقة غير تربوية المدعو بهذا المضمون الضحل والمضمون غير المتماسك وبهذا الأسلوب غير العلمي وغير التربوي هذا المدعو بهذه الطريقة لا يعد عند الله مبلغا ويقع اسم تفلته من المنهج على من دعاه بهذه الطريقة لكن يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعا إلى الله وعمل صالحا لذلك أنا أقول ليس هناك من شيء يتذبذب بين أن يكون أقدس عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله يكون أقدس عمل إذا بذل من أجل هذه الدعوة الغالي والرخيص والنفس والنفيس يكون أقدس عمل إذا التزمت داعية بما يقول لم يجد المدعو مسافة بين أقواله وأفعاله يكون أقدس عمل إذا كان قدوة لمن يدعوهم لذلك ليس عند الله في خلقه من هو أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وليس عند الله من هو أسوأ ممن تاجر بالدين لذلك يقول الإمام الشافعي لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين فأنت حينما تحسن ويتغلغل إحسانك إلى أعماق الإنسان فتتبدل قيمه ومبادئه وأنماط سلوكه وعلاقته بأهله وبأولاده وبعمله وبالناس عامة يكون هذا الإحسان عميقا جدا وقد تكون دعوتك تشمل أناسا كثيرين أنت في قلوب المئات من الألوف بل في قلوب الملايين وهذا معنى قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة وقد تكون دعوتك قد وصلت إلى أطراف الدنيا اتسعت رقعتها وتعمق أسرها وكثر المستجيبون لها وقد تكون الدعوة إلى أنبلي المبادئ وأكرم القيم لذلك الإحسان واسع جدا يبدأ بأن تميط الأذى عن الطريق وينتهي بهداية الخلق وكله إحسان يعني كلمة إحسان جامعة مانعة واسعة جدا فعل ما هو حسن أن تبتسم للضيف أن تتواضع لمن يراجعك وأنت موظف أن تعالج المريض بإتقان بالغ أن تعتذر عن قبولي دعوة ليست محقة إحسان هذا أيام الرفض إحسان أن تمتنع عن غش الناس الاستقامة إحسان هو الإحسان له جانب سلبي كلمة لا أنا ما كذبت ما افتريت ما غششت كل كلمة تسبيقها ما هذا الإحسان السلبي وكل كلمة لم تسبق بما أعطيت بذلت منحت نصاحب إحسان إيجابي يعني هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني هو الدين كله أن تؤمن بالله وأن تحسن إلى خلقه السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال على لسانه في القرآن وأوصاني بالصلاة والزكاة غريب هذه الآية جمعت الدين كله يعني هو الدين حركة نحو خالق الأرض والسماوات وحركة نحو الخلق يعني معرفة بالله وطاعة له وإحسان إلى الخلق نعم صحيح فالإحسان كلمة واسعة جدا نعم طيب دكتور يمكن أن يأتي إنسان ويعطي فقيرا مالا والفقير بحاجة هذا المال لكننا إذا عدنا إلى هذا المعطي يمكن أن نجده قد اختلس هذه الأموال نعم فهل هذا إحسان وهل للإحسان شروط بالتالي الحقيقة أن الإحسان لا يقبل إلا بشرطين نعم كل شرط منهما شرط لازم غير كافي نعم إلا إذا كان خالصا ابتغي به وجه الله وصوابا موافق السنة لذلك هناك أعمال ظاهرها إحسان لكن وسيلتها ليست مشروعة كأن تقيم حفلا غنائيا قد يقول غرياء حفل غنائي ساهر نعم قال يرصد ريعه إلى الفقراء هو النهاية عمل صالح نعم بس صورته الأولى غير صالحة لذلك أنا أنصح إخوتي المشاهدين أن العمل الصالح الذي يقرب إلى الله له شرطان أساسيان وكل شرط منهما شرط لازم غير كاف أن يكون صوابا وفق منهج الله نعم وأن يكون خالصا ابتغي به وجه الله الله وأن أعمل صالحا ترضاه أن أعمل صالحا ترضاه يرضى الله عن العمل الصالح إذا كان صوابا وإذا كان خالصا أما هناك أعمال بمقياس البشر صالحة لكن هي عند الله ليست صالحة فالعبرة لا أن تحكم العمل بمقاييسك أن تحكم مقياس الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه بالعمل الصالح طيب دكتور وأحسن كما أحسن الله إليك هذه ناحية الناحية الثانية وأمرني بالصلاة والزكاة كما بيّنت قبل قليل هنا تتوضح لنا ميادين الإحسان وأنواعه بحيث أولا الصلاة وهي متعلقة بالإله الخالق ثانيا بما يتصل بالبشر بالإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك أي أن يكون الإحسان للناس وإحسان الله تعالى كبير وكبير وكبير إذن علينا أن نسلك السبيل الذي يكون على طريق الخير وعلى طريق الخير يمكن أن يتشعب يمكن أن يكون في ميدان الإحسان لذات الإنسان لمن حوله لأقاربه لوالديه للمجتمع كله حتى في الكلمة يمكن أن يكون الإحسان موجودا يمكن أن نوضح هذا أيضا أستاذ عدنان أن أعظم إحسان على الإطلاق أن تحسن إلى نفسك فتعرفها بالله عز وجل وأن تحملها على طاعته وأن تجعلها تتقرب إلى الله بالعمل الصالح لذلك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أول أنواع الإحسان أن تحسن إلى نفسك لأن نفسك أمانة بين يديك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وقال علماء التفسير الأمانة نفسك التي بين جنبيك وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن أعظم أنواع الإحسان أن تعرف نفسك بالله وأن تحملها على طاعته وأن تدفعها إلى العمل الصالح كي تسعد بقرب الله في الدنيا والآخرة هذا نوع كبير من أنواع الإحسان ثم عليك أن تحسن لمن كان سبب وجودك وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولكن مع الوالدين هناك فرق بين العبادة وبين الإحسان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله عز وجل نعبده وفق منهجه لكن الوالدين نحسن إليهما وبين الوالدين إحسانا إذن الإحسان الذي يلي طاعة الله عز وجل الإحسان للوالدين وهناك تفاصيل كثيرة جدا في هذا الموضوع لها مجال آخر على كل بعد أن تحسن لوالديك ينبغي أن تحسن لأقرب الناس إليك لأهلك الله عز وجل حض عباده على أن يتق الإنسان النار وأن يقي أهله النار يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا يعني والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يعني كل أعمال ذريتهم إلى يوم القيامة تلحق بالآباء والأمهات لذلك الإحسان إلى الأبناء هو أعظم أعمال الإنسان بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير كسب الرجل ولده خير كسب الرجل الإنسان لأنه جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده لكن الأخيرة وعلى حب استمرار وجوده الإنسان المؤمن يستمر وجوده بأولاده فحينما يعتني بتربيتهم حينما يعتني بعقيدتهم حينما يعتني بأخلاقهم حينما يعتني بسلوكهم عندئذ يكون الإبن استمرارا لأبيه فرغبة الإنسان في الاستمرار تكون عن طريق أولاده لذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير كسب الرجل ولده الآن نظام التضامن الاجتماعي أساسه الجغرافيا والنسب فالله عز وجل أمرنا أن نعتني بالجار من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما حق الجار إذا استعان بك أعنته وإذا استنصرك نصرته وإذا مرض عدته وإذا مات شيعته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته إلى آخر الحديث لكن التضامن الثاني تضامن الأقارب لذلك العلماء قالوا لا تقبلوا زكاة مال من غني وفي أقربائه محاويش بل إن العطاء للقريب له أجران هو صدقة وصرية في وقت واحد لذلك أساس التكافر الاجتماعي هو أساسه نسبي فأنا أتفقد من يلوذ بي من أقربائي فإذا كل واحد من المسلمين تفقد أقربائه الضعاف والفقراء والمرضى فكان هناك ضمان اجتماعي عفوي وطبيعي وشامل إذن أنت يجب أن تحسن إلى نفسك وأن تحسن إلى والديك وأن تحسن إلى أولادك وزوجتك وأن تحسن إلى أقاربك بقية المجتمع ليس منا من غش يعني أي مسلم أنت محاسب على الخطأ معه حسابا شديدا أنت مثل أهلا أنت إنسان تتقرب إلى الله بخدمة الخلق كلهم عباد الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعباده فأنت محاسب أشد الحساب عن الإحسان إلى بقية الخلق لذلك إسلامك الدقيق في عيادتك وفي مكتبك الهندسي وفي متجرك وفي معملك وفي حقلك فبقدر ما تحسن إلى خلق الله جميعا من دون استثناء ما أحسن عبد من مسلم أو غير مسلم إلا وقع أجره على الله في الدنيا أو في الآخرة هذا أوسع حديث العمل الصالح مقبول عند الله ولو من إنسان في عقيدته خلل لأن الخلل بعقيدته يحاسب عليه أما عمله الصالح محفوظ له في الدنيا كحد أدنى وإذا كان ابتغى به وجه الله محفوظ له في الآخرة في الآخرة إذن أنت مكلف أن تعامل كل الخلق بالإحسان وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك يميل وما من شيء يسخط الإنسان حينما يكيل بمكيالين يتمنى أن تعامل ابنته عند بيت أهل زوجها لا كما يعامل زوجة ابنه في بيته طيب دكتور هناك أشياء كثيرة يمكن أن تكون في مجال الإحسان الإنسان عندما يجاهد نفسه ليكون على طريق الإحسان هذا الإحسان نعم والصبر إحسان صحيح وجهاد النفس والهوى إحسان وبجد المال إحسان بالمعروف أستاذ عدنان والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق لا إله إله مليار طريق إلى الله نعم ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة أحيانا لا تحل المشكلة بالعدل تحل بالإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان نعم فأنت كما مأمور أن تكون عادلا مأمور أن تكون محسنا نعم اللهم يا رب عملنا بالإحسان إذ لو عملنا بالعدل لسقط كثير مننا نعم دكتور في كل الأحوال هذه الأمور من خلال الإحسان يمكن أن ندركها في كثير من الأحيان في إحسان الله تعالى إلى خلقه وموضوع التمويه الذي تتحدثون عنه في المجال مجال إعجاز العلمي والمجال في قدرة الله تعالى ومعجزاته في خلقه يمكن أن نتبينها أيضا في الموضوع العلمي الذي تتحدثنا عنه الحقيقة أمامنا طائر يسمى باتو هذا الطائر يعيش في غابات فينزويلا هو هذا الطائر أحد الطيور المهرة في عالم التمويه أرياش الطائر تشبه قشر الشجر تماما كما تشاهدون التي حط عليها بل تتطابق إلى حد ممتع لنقارن الآن بدقة كما هو ظاهر على الشاشة بين أرياش الطائر وقشرة الشجرة معا الشجرة على اليسار والطائر على اليمين تشابه تام هناك علامة فارقة واحدة لتمييز الطائر من قاره وعيناه إلا أن الطائر يعرف جيدا استعمال النقش الذي عليه فعند الخطر يبدأ بتنفيذ ما يلي يقلص نفسه بإغلاق عينيه ومنقاره وحينئذ لا يمكن أن نميزه عن قطعة من غصن الشجرة ويوجد هنا تصميم فائق أيضا فرغم إغماض الطائر عينيه يرى ما حوله من خلال الفراغ الخاص بين جفون عينيه وعند ابتعاد الخطر يترك التمثيل ويرتاح إذن من علم الطائر مثل هذا التمثيل الحقيقة الصارخة هنا هي صنع الله الذي أتقن كل شيء من دون مثال سابق لو انتقلنا إلى البحار هناك سمكة تتقن تقنية التمويه العالية التي ألهمها الله إياها لا حدود لها بعض الكائنات تخفي نفسها باستخدام بعض المواد التي في بيئتها فعلى سبيل المثال هذه السمكة الصغيرة تعمل على تجهيز مكان آمن لها لإفراغ الرمال من المحارة الفارغة وهناك أخطبوط كما ترون يتبع أسلوب تمويه زكي جدا حيث يقوم بجمع الأصداف التي حوله في مكان واحد ثم يخبئ نفسه بينها ينتظر فريسة تبحث عن طعام لها بين هذه الأصداف سرطان آخر نشاهد حركة هذا السرطان المحيرة جدا يقطع بدقة أجزاء النبات التي اختارها من سطح البحر إذن ماذا ستفعل بهذه الأجزاء من النبات الجواب مدهش سيخفي نفسه يضع على جسمه هذا الجزء من النبات كما يفعل المقاتلون تماما يضعون أغصان الأشجار يضع هذا الجزء من النبات الذي قطعه ويحضر لنفسه ملابس من الطحلب هكذا يقوم بعملية تمويه خارقة سرطان آخر يضع الأغصان التي قطعها بدقة على قشرة رأسه وهكذا يمكنه الاختباء بسهولة بين النباتات وهنا حقيقة أخرى وهي إفراز سائل لاصق دقيق إفراز سائل لاصق ليتمكن من إلساق هذه الأغصان عليه يعني خلقت الأنظمة في جسم الحيوان متناسبة مع فطرتها التي فطرت عليها أما هذا السرطان الذي نراه على الشاشة يقطع إسفنجة يبدو فعله كإنسان يرتدي ثيابا تماما لكن بذلك يخيط لنفسه ملابس ثم يلبسها من علمه ذلك؟ لا إله إله إنها قدرة الله عز وجل قال فمن ربكما يا موسى قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الآن نقف في هذه النقطة وقفة متأنية السرطان لا يرى نفسه في المرآة ولا مرة واحدة فكيف يفتقر إلى إمكانية التخطيط والتفكير هو يفتقر إلى إمكانية التخطيط والتفكير من أين عرف السرطان ضرورة عمل التمويه بالنسبة له إنه يستخدم التكتيك الذكي الجند الذي يموه نفسه تماما بإلصاق الأغصان والأوراق عليه من أين تعلم السرطان التمويه بهذه الطريقة واضح أن هذا العمل الذي قام به هو إلهام بلا شك القدرة التي أعطت السرطان هذه الخصائص لحماية نفسه بهذا الشكل الذكي هي قدرة الله عز وجل الذي أوجد الكائنات كلها من عدم فلذلك نحن نستخدم عقولنا في تحقيق مصالحنا لكننا إذا استخدمنا عقولنا في معرفة ربنا سعدنا بقربه وسلمنا وانتقلت نعم الدنيا إلى نعم الآخرة فهذا التفكير لو بذل الإنسان بعضه لحقق نتائج كبيرة جدا في حياته لكن الإنسان أحيانا قد يستخدم تفكيره لغير ما خلق له ويشقي ولو استعمل الإنسان تفكيره لما خلق له يكون قد أحسن لنفسه الإحسان التام ونرجو الله تعالى أن يتقبلنا في عداد الذين أحسن الله إليهم في ختم هذا اللقاء كل الشكر لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين وكل الشكر أيضا للإخوة المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ترجمة نانسي قنقر